الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب المسح على الخفين سأذكر لك الأحديث والأثار التي سبتها عن نبي المختار في المسح على الخفين وهذا أيضا من باب التيسير لهذه الشريعة الغراء وأن نمسلم كما قال قال أتيتكم بالحنيفية السمحة فيها تيسير على عباد الله للأفعالها قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بنصر أحمد مصالح المصري وهو من ثقات الأزباد صحيح ولا لا نعم هو من طبقة أحمد أحمد صالح المصري من طبقات أحمد رحمه الله وردي الله عنهم أجمعين ثقة ثبت رأي الله الجماعة أحمد صالح المصري له كلام في الجرح والتعديل وناقض من النقاط وقلنا من روعة البيان أن النسائي تكلم فيه مما تكلم ولم يؤثر فيه تأثيرا قال حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ الثبت الفقيه المالكي مفقارة المصريين أيضا وهو كما قلنا قد أخذ عليه الرواية بلد وجادة وليست مأخذا وهو ثقة ثبت رأي له الجماعة قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي لابد عبد الله بن وهب يونس ابن شهاب هذه مسألة متاصرة في هذه السلسلة طبعا فيها بقى ممكن يكون عن آس فيها أيضا عن أبي رايرا المهم أنه السلسلة الثلاثة أربعة هذه السلسلة عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وهم نصدقات الأزبات رأي له الجماعة عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم أول من دون الحديث أمير المؤمنين في الحديث واسع الرواية جدا حتى أن تدليسه يغمر في سعة روايته رأي له الجماعة قال حدثني عباد بن زياد عباد بن زياد أبو حرب لم يروي له إلى المسلم وأبو داود النسائي الحق بأن ابن حبان هو الذي وثقه وفرق لتعلم ضابطا في كتاب السقات فارق بين أن يقول ابن حبان ثقة وفارق أن يذكره في السقات يعني يذكره في السقات هذا ليس توثيقا صريحا جاء ضمنا أما أن يقول ثقة إذن هنا وثقه فلذلك لابد أن تفرق بين ذكره ابن حبان في السقات وبينه وثقه ابن حبان لكن هنا عباد وثقه ابن حبان أن عروة ابن المغيرة عروة ابن المغيرة ابن شعبة من خير التابعين أيضا ثقة رأى له الجماعة أخبره أنه سمع أبا أبا المغيرة نعم ها أباه أباه هو ابن المغيرة فسمع أباه المغيرة نعم أنه سمع أباه المغيرة مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يقول عدل رسول ابن شعبة من الألطف المواقف الذي كان فيها بعدما أسلم وقال للمسلم أنه كان مع بعض الكفرة فقتلهم وأخذ ما لهم وجاء أبايا عن الإسلام على الإسلام قال أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا ثم بعد ذلك وقف على رأس النبي سلم بسلحة دايبية وعبن مسعود الثقافي يأخذ بلحة النبي سلم فضربه بقبيعة السيف وقال له للسمن فضربه بقبيعة السيف وقال أخ ريادك عن لحية رسول الله السلام العرب لا تقبل ذلك فما قال للمسلم توقيرا للمسلم قال أخ ريادك من على رحية النبي سلم فقال عروى من هذا فقال للمسلم مبتسما هذا المغير ابن شعبه هو خاله ابن أخته فقال أي غدر ما زلت أنافع عن غدرتك إلى طبعا العمال لم في الأموال الدية لمن قتله لكن شوفوا انظر الإسلام ونصرة الإسلام وكيف توقير النبي العدنان صلى الله عليه وسلم نعم قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حصر عن ذراعيه فضاق كما كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قال قد أحسنتم قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا ياحيى بن سعيد هو ياحيى بن سعيد القطان ياحيى بن سعيد القطان الفحل وهو من النبلاء من الحفاظ كان شديدا في الجرح وشحيحا في التعديل روى له الجماعة حول الإسناد قال وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر المعتمر من سليمان التيمي من استقاط الأذبات روى له الجماعة وقال حدثنا المعتمر عن التيمي التيمي هو أبو يعني المعتمر ابن سليمان وسليمان التيمي هو أبو وسليمان التيمي أيضا من استقاط الأذبات روى له الجماعة قال حدثنا بكر بكر هنا هو بكر بن عبد الله المزني بكر هنا هو بكر بن عبد الله المزني الثقات رواله الجماعة عن الحسن والحسن هو الحسن البصري حسن هنا والحسن البصري رواله الجماعة عن ثقة ثبت كلامه عليه هالة النبوة عن ابن المغيرة ابن شعبة ابن المغيرة ابن شعبة هو عروة من الثقة كما مر علينا ورواله الجماعة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وذكر فوق الإمامة قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة عن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة نعم هذا سمع صحيح هذه الأحديث بأسرها تبين لنا سنية المسح على الخفين والمسح على الخفين كما قلنا هذه من لطائف هذه الشريعة الغراء ومن سماحة هذه الشريعة الغراء كما قال النبي العدنان جئتكم بالحنيفية السمحة تيسيرا على العباد وهو المسح على الخفين وكل ما غطى الرجل فهو خف على الراجح الصحيح كل ما غطى الرجل فهو خف لأن في بعض الرواد جاء النبي السلام فقال امسحوا على العمائمة والتساخين امسحوا على العمائمة والتساخين المسح على الخفين أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين إلا ما كان من أمام مالك وقد نفح أصحاب الإمام مالك يعني يقول اتفق العلماء بذلك لأنهم أتوا بقول يوافق جمهور أهل العلم والحق بأن المسح على الخفين عده بعضهم أنه من أبواب العقائد روى المسح على الخفين نحو حوالي سبعين صحابيا روى سبعون صحابيا الأحديث التي جاءت بها المسح على الخفين وقد اختلف العلماء في مسألة المسح على الخفين هل المسح أفضل أم الغسل أفضل لأن المسألة ثبوت المسح كما قلنا صارت كمسألة عقائد لأنها توترت كثير من السبعين سبعون صحابيا يرون أحديث المسح على الخفين فلذلك اختلف العلماء أيهم أفضل المسح أفضل أم الغسل أفضل والحق بأن جماهير الصحابة رونا أن الغسل أفضل لسيما أنه غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل القدمين وفي أحوال كان يمسح على الخفين والذي أشكى العلماء أنه قالوا القراءة ثابتة هنا وهنا في قول الله فامسحوا برؤوسكم وأرجولكم وهذه للمسح وقراءة فامسحوا برؤوسكم وأرجولكم وهي سبعية وهذه للغسل وجماهير التبعين يرون أن المسح على الخفين هو الأفضل وتوسط عمر عبد العزيز وتوسط جمهرة من المحققين وفي المتأخرين من راجح ذلك وابن تيمية بأن المسألة دائرة على الأيسر المسألة دائرة على الأيسر لذلك القعدة العامة في هذا الباب أفضله أيسره وهذا تجريه في كل هذه الأمور المخير فيها بين المرأة الفعل أو الترك تجريه على ذلك والحق بأن أفضله أو يسره أيسره مستقى من قول عيشة رضي الله عنها وأرضها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسمه فأيسره أفضله فالأفضل بذلك أن يبحث عن اليسير فيفعله فإن كان لبسا فليسيره أن يخلع وهذا يسير عليه جدا صحيح؟ خطأ إن كان لبسا فليسيره عليه أن يمسح وإن لم يكن لبسا لا يتكلف أن يلبس وعليه أن يغسل وهذا هو الأفضل في هذه المسألة هنا يقول المغيرة بأنه قال فمسكت الإداوة من الماء ذهب النبي السلام لقضاء الحاجة لما عاد لما مع النبي السلام فيما غزوة تبوك في القصة الطويلة قال فأخذت بالإداوة الإداوة التي فيها الماء فذهبت للنبي السلام بعدما قضى حاجته فأخذ الماء يعني يستطيب النبي السلام وهذه فيها أولا الأدب مع الكبار الأدب مع النبي السلام أو الأدب مع العلماء الذين هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الماء لهم والخدمة للعلماء هذا دين تدين الله به وإن كنا نقول أن العالم لابد أن لا يطلب ذلك وأن العالم لابد أن يحرص على ذلك فهنا الخدمة لنبي سلم أنهم كانوا يحملون الإداءة وهذه كانت سنة يعني كان أنس كما في الصحيين يقول ذهب النبي سلم وخرج النبي سلم قضاء حاجاتي أو للخلاء فذهبت أنا وراءه أنا والغلام معي الإداءة وإيش والعنزة العنزة يركزها نبي سلم سطرة أن يصلي وأيضا يركزها ليستتر بها لأن نبي سلم كان إذا أراد أن يقضي حاجاته وإذا ذهب أبعد المذهب وقد قال نبي سلم أن الله حي ستين يحب الحياة والست فإذا قضى أحدكم حاجاته أو قال فإذا اختسر أحدكم فليستتر فكان يستتر حتى وإذا قال أحفظ عوراتك بأبي هو وأمي قال فأخذت الأداءة من الماء فقضى النبي سلم فاستطاب بها فيها أيضا فائدة بأنه كان نبي سلم من غالب حالي يستطيب بالماء لا بالحجارة وإن كان في الحجارة جواز مع أن نبي سلم كان في غابات في أماكن الحجارة فيها كثيرا مع ذلك استخدم الماء وهذا الذي جعل العلماء يقولون أن الماء أفضل من الحجارة وهذا الحق لأن الماء فيه قوة دفع للنجاسة عينا وأثرا وأما الحجارة لا تدفع إلا العين وقد تبقي الأثر لذلك كان نبي سلم يستخدم أكثر الماء مع وجود الحجارة قال المغيرة قال فتوضى النبي سلم فتوضى النبي سلم وقده النبي سلم كما قلنا وفصلنا في القول قبل ذلك حتى النبي سلم لما وصف أنه كانت الجبة ضيقة فأخرج يديه ليغسل يديه فغسل يديه وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المعصول لا يصد بالمعصور وأن النساء لابد أن يأتي بما عليه من الواجبات فأخرج يديه وما قال بأنني لو ما أستطيع أن أنا أخرجها من الكم إذن أتيمم له لأنه يستطيع أن ينزلها ثم يغسلها ففعل ذلك النبي سلم ثم قال المغيرة وهذا الكلام الجيد في المسألة الأخيرة قال فتوضى على خفه وهذا مشكل فتوضى على خفه هو الخف له وضوء المعنى هنا كما قال علماء هنا في التقعيد العام قال العرب تأتي بالكل تريد بها الجزء العرب تأتي تعبر بالكل وتريد بها الجزء وقد تخالف لكن الأصل ولذلك النبي سلم قال فمن أدرك فمن أدرك الركوع فقد أدرك أدرك السجدة من أدرك فهنا أتى بالجزء يريد به الكل لكن هنا أتى بالكل يريد به الجزء أقطع ذراعي الواحد فهم هذا القيلة القليلة شوف قال المغيرة وتوضع النبي على خفه هل هو توضع؟ أما ليش المعنى؟ مسح والمسح جزء من من الوضوء يبقى هنا أتى بالكل يقصد به الجزء ولما قالوا السلام في حديث في الموطأ من أدرك فقد أدرك السجدة أدرك السجدة ذكر جزءا من الصلاة ويقصد بها الصلاة يقصد بها الكل فأتى بالجزء يقصد بها وقد يفرق بين الجزء والكل الحالة الثالثة قد يفرق بين الجزء والكل لما قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها ناولين الخمرة فقالت عائشة إني حائد فقال حائداتك ليست في يدك هو فرق بين الجزء وبينه الكل فالكل لا يدخل لكن إيدك لو دخلت ليس حكمها كحكم الكل مفهوم ولا لا يبا إذا في قول المغير ابن شعبة توضع على خوفه أتى بالكل يقصد به الجزء قال فصف النبي السلام فدخل النبي السلام فجد الناس يصلون فصف النبي السلام مع المسلمين فيها هنا التطبيق العملي لقول النبي السلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما أدركتم فهونا باللسان حاله يعلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فدخل المسلم في الركعة الثانية إلى عبد الرحمن فوجد عبد الرحمن يصلي بالناس وهذه أيضا من فضيلة هذه الأمة هذه الأمة المرحومة فضلها الله على جميع الأمم ومن مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة صلى نبيان من أولي عزم من الرسل خلف أحد المسلمين من هذه الأمة فالنبي السلام صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وعيسى في آخر الزمان يأتي يصلي خلف المهدي عندما تستوي الصفوف ويراه المهدي قد نزل على جناح الملك فيقول تقدم يا نبي الله فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة هذا بالنسبة للكلام على مسألة صففا وصلى في الركعة الثانية وقد بينا بلسان الحال أنك تقوم تأتي بإيش بما فاتت والأحناف خلفوا الجمهور في هذا الباب بأنهم قالوا أن أول صلاة المر تكون البعدية لا القبلية يعني ما دخل المأموم مع الإمام هو آخر صلاة لا أول صلاة أخذوها بالعكس يعني هو متابع للإمام هذه الركعة الثانية يبقى هي ركعة ثانية له لو كانت الثالثة يبقى الثالثة له مفهوم يعني لما يأتي يقضي يقضي في الأوائل ما يقضي في الأوائل طب النزاع هذا الفرق إيش الفرق مثلا في الربعية أو في الجهرية مثلا فإذا كان هو يقضي بالأوائل لا بالأواخر فإنه عليه أن يأتي الصورة أما الجمهور وهذا الراجع الصحيح طبعا ما يستدلون بذلك بأن المسلم قال فقدوا ما أدركتم فصلوا وما فتاكم فإيه فقدوا قالوا إذن هذا قضاء والصحيح النقد هنا معناها أتموا المسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فتاكم فأتموا يعني أتموا الصلاة أنك أول وكما قال ابن مسيب ما دخل معهم فهو أول صلاة الله هو أول صلاة هو أول صلاتهم طيب هنا أيضا في الحديث وضعنا السلام ومسح على مسح على ناصيته وعلى العمامة أو فوق العمامة صح وعلى خفايه هذا حديث ثاني نعم لا أنت حتى لو قلت بهذا إنما جعل الإمام ليتم به ومتبع للإمام وهذه أول صلاة وبعدين هو لو كان في السرية له أن يقرأ يخالف الإمام في ذلك الآن إذا صل قل هو جاء في الركعة الثالثة في العصر فقل لقول له صلي مأموما مع الإمام وقرأ الصورة بعد الفتح يقول خلفت الإمام قلنا نعم حتى لو خلفت الإمام هذا أول أول صلاة ولأن الاتباع لازم في حركات الإمام لا في القراءة وذلك قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعه فإذا قرأ وإذا قال والدين قل أمين فإذا سجل فسجده إلى آخر الحديث هنا الحديث قال توضأ أن نمسلم على نصيته وفوقه وفوق العمام هذا استدل به كما فصلنا قبل ذلك ونذكر الإخوة فاستدل به الأحناف على أنه يجزئ ربع الرأس صحيح واستدل به الشفائية قل استدل به شفائية على أن بعض الرأس أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ عن مسح كلية الرأس لمسلم مسح على النصية ثم على ذلك مسح فوق العمام فقالوا المسح فوق العمام استحبابا الشفائية يقولون بذلك ويقولون أقل ما يقع عليه اسم المسح يجزئ الإنسان في قول الله العالم سحب الرؤوسيكم قالوا والباء هنا طب عيضية لفعل النبسلم في حديث المغيرة والأحناف قالوا لا يجزئ إلا ربع الرأس ما قالوا يجزئ بعض الرأس لا ربع الرأس من وين بقيتوا بهذا دلوني أنتم قالوا لا يجزئ إلا ربع الرأس من وين هم قالوا الربع هنا أن النصية ربع الرأس أسوها بقى زي ما أسوها قالوا إذا مسح النصية فالنصية هي ربع الرأس قالوا هذا دليل لنا بأن أنا لما مسح النصية مسح على ربع الرأس فلا يجزئ إلا ربع الرأس طبعا كل هذا كل هذا الكلام ليس بصحيح حتى الشفعية أخطأوا في ذلك والصحيح الراجح هو كلام الحنبلة وكلام الأمريكية ووجه عند بعض الشفعية بأنهم قالوا بأن الأصل أنه لا يجزئ في المسح إلا مسح كلية الرأس لقول الله العالم ومسحه برؤوسكم ولفعلم السلام بحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وحديث كثير من الصحابة بحديث السلام أقبل بهما وأدبر فالذي يجزئ هو مسح الرأس كليا وقد فصلنا القول قبل ذلك ثم قالوا مسح على الخفين ومسح على العمامة فيه جواز المسح على العمامة كما فصلنا قبل ذلك وأيضا جواز المسح على الخفين يبقى الحديث الثالث هو أدخلتوهم طهرتين الحمد لله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد مسدد ابن مصرهد ابن مصرهد نعم قال حدثنا يونس وطبعا كما قلنا بأنه من السيقات الأزفات روالجما حدثنا عيسى عيسى بن يونس من النبلاء من أدخل الناس رواله الجماعة قال حدثني أبي يونس وحدث عن أبي أيضا عن أبي سحق عن الشعبي عن الشعبي عام المشرحين رضي الله عنه وأرضاه من خيار التابعين رواله الجماعة قال سمعت عروة ابن المغيرة وهو أيضا هذه رواية طبقة وحدة تابعية عن تابعي وثقة رواله الجماعة يذكر عن أبيه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومع إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوفي من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فضاقت فضرعما ادراعا ثم أهويت إلى الخف ثم أهويت للخفين لأنزعهما فقال لي صلى الله عليه وسلم كما دع الخفين فإني أدخلت القدمين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسع عليهما قال أبي قال الشعبي شهد لي عروته على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا أيضا من التسلث الذي يؤكد صحة الحديث هذا الحديث أيضا فيه كلام على المسع على الخفين وهو خرج بالإداوة كما فصلنا قبل ذلك وإنسان استطاب بها بالماء ثم أو استنجع بالماء بأبي هو وعمه ثم توضأ بالماء وجاء يعني ينزع قال أهويته ينزع المغيرة الخفين فقالوا السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بعدما قال هذا شرط بعدما قال هذا خبر محد خبر ليس فيه تمت شرط والظهر صحيح أنه شرط عامة هذه المسألة استدل بها العلماء بالإجماع على أن صحة المسح لا يكون إلا بعد التهر الكامل على أن صحة المسح لا يكون إلا بعد التهر الكاملة ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة دقيقة فهل هذا الشرط شرط وقت المسح أم وقت الحدث يعني هذا الشرط شرطت التهارة شرط وقت اللب سي أم وقت الحدث اختلفوا فيما بينهم هل الشرط شرط وقت الحدث أم وقت اللبس طب إيش الفائدة من هذا النزاع الفائدة من هذا النزاع هو في قوله السلام أدخلتهما طاهرتين فإن كان الشرط وقت اللبس فلا يصح بحال من الأحوال أن يلبسهما ليمسح عليهما إلا حينما تتم طهرته يعني يأتي بأركان الودوء كليتا يغسل وجهه ودراعيه ويمسح برأسه ويغسل برجليه ثم يلبس بعد ذلك ليمسح فهذا عندما قال بشرط أن الشرط وقته وقت اللبس والعلماء يقولون بذلك هم الجمهور المالكية والشفعية والحنابلة وكثير جمهارة من أهل العلم من المحققين وذهب الأحناف والمزن من الشفعية وغير هؤلاء من أهل العلم وقالوا نعم نحن نتفق معكم أنه لا يصح المسح إلى بعد طهرة كاملة لكننا نقول هذا شرط وقت الحدث لا وقت اللبس والمعنى هنا أنه لو تطهر وثم غسل رجله اليمنى فلابس الخف ثم غسل رجله اليسرى فلابس الخف صح ذلك عنده الأحناف وعنده المزني وعند الجمهور قالوا لا يصح لما لأنه لا يصح فيه أنه قال أدخلتهما طهرتين حالة كونهما طهرتين حالة كونهما طهرتين لكنه لما غسل الأولى ووضع الخف وضعها حالة كون واحدة منهما طهرة وهي المسألة دائرة على حالة كونهما طهرتين مفهوم هذا الكلام مفهوم إذن قالوا لا يصح طب لو غسل اليمنى ولبس الخف وبعد ذلك غسل يسرى ولبس الخف لا يصح عند الجمهور وكيف يصح قالوا ينزع اليمنى ينزع اليمنى ثم يلبسها مرة ثانية فيها الدفاعين لأنه لما وضعها أولا وضعها وهي طهرة دونه اليسرى طب هو بعد ما مسح اليسرى فصارت مغسولتين صحيح ولا لا فلما لابس اليسرى كونه نخلع اليمنى ولبس ذلك فيكون هذا على الصحيح وتكون خلفت السنة أنك ابتدأت بليسرى دون اليمنى والقول الجمهور هو الأصح قول الجمهور الأصح هو الأسد لقوله مسلم دعهما فإني أدخلتهما كأنه يقول بالتعليل دعهما فا والفا هنا بعد الرص يدل على العلية يعني علية الجواز المسح أنني أدخلتهما طاهرتين والذي يؤكد قول الجمهور أنه أصح من قبل هلأ احنا في حديث صفوان ابن عسال المراضي عندما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفاف إن كنا سفرا أمرنا أن نمسح على الخفاف إن كنا على طهر أمرنا أن نمسح على الخفاف سألت آم بالأليهن قال إن كنا على طهر فاشترط الطهر وذلك الخطابي قال بأن هذا الدليل فاصل للجمهور على أن الشرط الأصيل في هذا الباب وشرط اللبس لا يكون إلا على طهارة الخفاف خلق قولي هذا وأستغفر الله وعلم سبحانه وتعلم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك